بعد أن كنا قد انتهينا في الوحدة السابقة عن الحديث عن الإدراك نتحدث اليوم عن موضوع التعلم ونبدأ بمفهوم التعلم التعلم هو التقيير شبه الدائم في السلوك والذي يحدث نتيجة للخبرة والتجربة ونقول بالتالي أن التعلم هو تقيير في السلوك وهذا التقيير نتجة لعاملين الخبرة والتجربة وهذا المفهوم للسلوك يجعلنا نخرج بالعديد من النقاط أول هذه النقاط أن التعلم يحمل مفهوم التقيير ويجب أن يكون هذا التقيير تقيير ثابت نسبيا لأن الفرد بتجربته وخبراته يتعلم أو يكتسب مهارات ومعارف واتجاهات جديدة وهناك علاقة أيضا بين التعلم والسلوك ينعكس هذا التعلم في التطبيق أو ينعكس فيه سلوك وتصرفات الأفراد وتوفر الخبرة يتم من خلال التعلم وهذا يجعل المديرين أن يوجهوا هذا التعلم نحو العمل وبالتالي المحصلة للنهاية للعملية التعليمية تتمثل في مدى حدوث هذا التغيير في السلوك إلى نلغاكم في محاضرة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته